بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية لمادة الكيمياء تطبيقات على وزن معادلات الأكسادة والاختزال بطريقة أنصاف التفاعل في وسط حمضي تعرفنا عائزي الطلب سابقا على خطوات وزن معادلات الأكسادة والاختزال في الوسط الحمضي وتعرفنا على طريقة وزن الأكسجين ووزن الهايدروجين دعنا الآن نتعرف على ذلك عن طريق حل بعض التطبيقات الإضافية لدينا سؤال يقول السؤال استخدم طريقة أنصاف التفاعل لوزن معادلة الأكسادة والاختزال التالية علما بأن التفاعل في وسط حمضي يحدث في وسط حمضي لابد أن يحدد لنا في السؤال هل هو وسط حمضي أو وسط قاعدة لأنه يوجد بعض الاختلافات الطفيفة لدينا المعادلة KMNO4 زائد HCL يعطي MNCL2 زائد CL2 زائد H2O نتابع الخطوات عيزي الطالب ما هي الخطوات أو الخطوة أحسنت نكتب المعادلة غير الموزونة في صورة أيونية ونحدد أعداد تأكسد جميع الضرات الموجودة في المعادلة بكتابة المعادلة في الصورة الأيونية يكون عدد تأكسد البوتاسيوم K موجب 1 والمانجانيز موجب 7 والأكسجين سالب 2 والهيدروجين موجب 1 والكلور سالب 1 في المتفاعلات وفي النواتي يكون MN موجب 2 والكلوريد سالب 1 والكلور سيلوتوب 0 بينما الهيدروجين في الماء موجب 1 والأكسجين سالب 2 يبقبنا بحساب أعداد التأكسد وكتابة المعادلة في الصورة الأيونية الخطوة التالية عايزي الطالب لابد أن نتعرف أو نحدد ما هو العنصر الذي حدث له تفاعل اختزال وكذلك العنصر الذي حدث له تفاعل أكسدة يتم ذلك عايزي الطالب عن طريق تتبع التغير في عدد تأكسد كل عنصر من العناصر لاحظ أن البوتاسيوم كان عدد تأكسد موجب 1 في المتفاعلات ولم يظهر لدينا في النواتج بينما المانجانيز موجب 7 في المتفاعلات ظهر في النواتج على شكل موجب 2 يبقى إذا حدث تغير بالنسبة للمانجانيز بالنسبة لأكسوجين سالب 2 بقي كما هو سالب 2 بالنسبة لهيدروجين موجب 1 في المتفاعلات بقي موجب 1 في النواتج بالنسبة لكلور الزرات كلور بقيت كما هي من سالب 1 وبقيت سالب 1 في النواتج بينما الزرات الأخرى تحولت من سالب 1 إلى 0 هذه التي حدث لها تغير في عدد التأكسد يبقى قمنا بتحديد العناصر التي حدث لها تغير في عدد التأكسد وما دور العناصر الأخرى الموجودة التي لم يحدث لها تغير هذه تعتبر كلها أيونات متفرجة لا تؤخذ في الحزبة لاحظنا أنه نقص عدد تأكسد المانجانيز من موجب 7 إلى موجب 2 أي أنه حدث له اختزال وزاد عدد تأكسد الكولور من سالب 1 إلى 0 أي أنه حدث له أكسدة الخطوة التالية نكتب نصفي تفاعل الأكسدة والاختزال كل نصف منفرد يكون نصف تفاعل الاختزال MNO4 سالب يعطي MN موجب 2 بينما في نصف تفاعل الأكسدة CL سالب يعطي CL2 الخطوة الرابعة نزل عدد زرات الأكسجين وكما تعلمنا سابقا يتم ذلك بإضافة جزئات مع H2O عن كل زرات أكسجين ناقصة في الجهة التي بها نقص في حالة نصف تفاعل الاختزال لدينا أربع زرات أكسجين في المتفاعلات ولا يوجد لدينا أكسجين في النواتيج إذن النقص هنا أربع زرات أكسجين لذلك يتم التعويض عن طريق إضافة أربع جزئات مع ناحية النواتيج كما نلاحظ بالمعادلة بينما في حالة نصف تفاعل الأكسجين لا يوجد لدينا أكسجين لا في المتفاعلات ولا في النواتيج لذلك كتبت المعادلة كما هي بدون حدوث أي تغيير إذن تم وزن الأكسجين عن طريق إضافة أربع جزئات ما ناحية النواتيج لأنه يوجد نقص في النواتيج بمقدار أربع زرات أكسجين خطوة تالية نزل عدد زرات الهيدروجين ولابد عند القيام بهذه الخطوة وأن نعود إلى السؤال مرة أخرى ونتأكد هل هو طلب مننا وسط حمضي أم وسط قادي في السؤال هو طلب مننا في وسط حمضي إذن يتم وزن عدد زرات الهيدروجين بإضافة كاتيون هيدروجين H موجب في جهة النقص بمقدار النقص نلاحظ أنه في نصف تفاعل الأكسجين ليوجد لدينا هيدروجين لذلك نبقي على المعادلة بدون أي تغيير مع ملاحظة أنه يجب وزن عدد زرات الكلور لأن لدينا في المتفاعلات درة كلور واحدة وفي النواتج زراتين كلور في معادلة أو نصف تفاعل الاختزال لدينا سمان درات هيدروجين في النواتج ولا يوجد هيدروجين في المتفاعلات لذلك يتم تعويض هذا النقص عن طريق إضافة ثمان كاتيونات هيدروجين ناحية المتفاعلات الخطوة التالية لابد من أن نازل الشحنات ويتم ذلك عن طريق إضافة إلكترونات إلى كل نصف تفاعل على أحدة لاحظة أنه في نصف تفاعل الأكسدة يوجد لدينا شحنتين سالب فقط لذلك يوجد نقص في الشحنات في النواتج فيتم تعويض ذلك بإضافة 2 إلكترون وفي نصف تفاعل الاختزال لدينا في المتفاعلات شحن سالب واحدة ولدينا سمان شحنات كذلك بينما في النواتج يوجد شحنتين موجب وبذلك يكون الفرق 5 إلكترونات لذلك يتم إضافة 5 إلكترونات ناحية المتفاعلات ونتأكد من أنه في نصف تفاعل الأكسدة تكون الإلكترونات ناحية النواتج وفي نصف تفاعل الاختزال تكون الإلكترونات ناحية المتفاعلات الخطوة التالية لابد من أن نساوي عدد الإلكترونات في نصفي التفاعل في نصف تفاعل الاختزال يوجد 5 إلكترونات وفي نصف تفاعل الأكسدة يوجد لدينا إلكترونيين فقط لذلك لابد أن نساوي عدد الإلكترونات في نصفية التفاعل عن طريق ضرب نصف تفاعل الاختزال في ضرب اتنين وهو عدد الالكترونات الموجود امام اه وهو العدد الموجود امام الالكترونات في نصف تفاعل الاكسدة وكذلك نضرب معادلة او نصف تفاعل الاكسدة في خمسة وهو عدد الالكترونات الموجود امام الالكترونات في نصف تفاعل الاختزال لكي نضمن ان عدد الالكترونات متساوي في نصفية التفاعل وتصبح المعادلتين بعد ذلك 2MNO4 زياد 16H موجب زياد 10 إلكترون تعطي 2MN موجب 2 زياد 8H2O فتصبح المعادلتين بعد مساوات عدد الإلكترنات 2MNO4 سالب زياد 16H موجب زياد 10 إلكترون تعطي 2MN موجب 2 زياد 8H2O وفي تفاعل الأكسادة يصبح 10CL سالب تعطي 5CL2 زياد 10 إلكترون وبجمع المعادلتين نحصل على معادلة التفاعل الكل بعد إجراء عمليات الاختصار وتكون المعادلة النهائية 2MNO4 سالب زياد 16H موجب زياد 10CL سالب تعطي 2MN موجب 2 زياد 5CL2 زياد 8H2O نكون بالخطوة الاحترازية الأخيرة بأن نحسب عدد الشحنات في المتفاعلات وعدد الشحنات في النواتج نرحظ أن لدينا 4 شحنات موجبة في المتفاعلات وأربعة في النواتج الشحنات متساوية إذا تكون المعادلة موزونة وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درس اليوم تطبيقات على وزن معادلات الأجسادة والاختزال في وسط حمضي على أمل بلقاء في دروس قادمة إن شاء الله